الفعل الماضي مع أنا نحن يصرف الفعل الماضي مع أنا ضمير المتكلم المفردة وينتهي بضم التأي المفتوحة في آخره كأن نقول أنا لعبت أنا أكلت أنا ذهبت فإذا نظرت إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدتها كلها انتهت بضم تو ويصرف الفعل الماضي مع ضمير الجمع المتكلم نحن بزيادة نون ومد بالألف كأن نقول نحن لعبنا نحن أكلنا نحن ذهبنا إذا نظرنا إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدناها كلها تنتهي بنا أي بنون ومد بالألف التمرين الأول أكتب نهاية الفعل كل فعل أنا تسلم الصورة أنا طلب تكبيرها أنا غلف الصورة نحن فكر في مشروع نحن أنجز المشروع نحن قدم المشروع للمدير الإجابة أنا تسلمت الصورة أنا طلبت تكبيرها أنا غلفت الصورة نحن فكرنا في مشروع نحن أنجزنا المشروع نحن قدمنا المشروع للمدير أسند الفعل بين قوسين إلى الظمير المناسب أتحدث بها عن نفسي طالع قصة الغراب والغيلم نتحدث بها عن أنفسنا لخص قصة الأسد والفأر الإجابة أتحدث بها عن نفسي طالع قصة الغراب والغيلم طالعت قصة الغراب والغيلم نتحدث بها عن أنفسنا لخص قصة الأسد والفأر لخصنا قصة الأسد والفأر التمرين الثالث أكمل النص متحدثا عن نفسي لمذياع توقف عن العمل فأجزاءه قطعة قطعة وبفرشة صغيرة وأسلاكه ولما على زر التشغيل موسيقى تنبعث منه فقلت بصوت عال ها قد في إصلاح المذياع الإجابة لمذياع توقف عن العمل ففككت أجزاءه قطعة قطعة ونظفتها بفرشة صغيرة وشبكت أسلاكه ولما ضغطت على زر التشغيل سمعت موسيقى تنبعث منه فقلت بصوت عال ها قد نجحت في إصلاح المذياع موسيقى موسيقى موسيقى